حاجة العالم اليوم إلى يسوع المسيح لا رجال الإصلاح ساعده ولا رجال الدين ساعده ولا حتى رجال السياسي ساعده ولا رجال الاقتصاد ولا أي يعني ما فيش يعني عم نشوف عكس هذه الأمور فخلينا نيجي للشخص اللي هو المصدر اللي عنده القدرة أنه يسندنا ويساعدنا جاء يسوع المسيح ليعالج مشكلة الخطيئة طبعا جاء يسوع ليخلص من الخطايا كما قال رسول بولوس صادقة هي الكلمة ومستحقة كل قبول أن المسيح يسوع جاء إلى العالم ليخلص الخطا الذين أولهم أنا فإذا واضح أنه جاء حتى يخلص الخطا ثم جاء يسوع المسيح ليفتدانا من لعنة النموس النموس أو الشريعة بتقول بتحكم علينا أننا خطا ولكن النموس لا يعالج مشكلة الخطيئة النموس يوجهنا إلى يسوع المسيح المخلص الذي ليس بأحد غيره الخلاص فأجه افتدانا من لعنة النموس اللي حلت علينا لأنه ما في أي إنسان كامل ثم أحبائي جاء يسوع المسيح ليمنح السلام الحقيقي قال سلاما أترك لكم سلام أعطيكم ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا سلام المسيح سلام حقيقي ليس سلام مزيف ولا سلام مبني على المصالح الشخصية أو المطامع هو أصلا أسباب الحروب من أين الحروب ومن أين المخاصمات يعقوب أربعة من جوة تبتدي الحرب بسبب الأنانية بسبب الكبرياء القاهر عاوز يعني يقتحم عاوز أموال بسبب الطمع بسبب الأنانية كل أسباب الحرب وطبعا منها الأسباب الدينية التوسع الديني هو أسباب بسبب الكبرياء والأنانية في داخل الإنسان جاء يسوع المسيح ليعطي ليشهد للحق وهذا مهم جدا لأن يسوع قال أنا هو الطريق والحق والحياة فإذا جاء ليشهد للحق جاء ليعطي حياة الصارق لا يأتي إلا ليصرق ويذبح ويهلك هذه صفة الشيطان قد تالا كان منذ البدء بيصفك الدماء عنيف لكن المسيح قال أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل ثم جاء يسوع المسيح ابن الإنسان قد جاء لكي يطلب ويخلص ما قد هلك المسيح جاء لخير البشرية جاء حتى يخلص البشرية جاء حتى يفتدينا من لعنة النموس حتى يحررنا حتى يعطينا حياة أبدية حتى أسماءنا تكون مكتوبة في سفر الحياة حتى يقدم إلنا الفداء الكامل بغض النظر سواء مظاهر العنف في كل مكان من الشراسة من النجاسة من التعاسة حتى كل هذه الأشكال جاء الرب حتى يحررنا منها حتى يعطينا الحياة الكاملة بواسطة يسوع المسيح فالعالم يحتاج أحباء إلى يسوع وشفنا أن الكتاب يسير بتسلسل وتناغم من أول صفحة إلى آخر صفحة فإذا من تتبع الشخص الحي الذي قام من الأموات الذي قال إن حي أنتم ستحيون أم تتبع أنبياء ميتون إلى هذا اليوم في قبورهم أنا أحب أراهن على الحياة على شخص قام من بين الأموات وأمام شهود كثيرون أكثر من خمسمائة شاهد شافوا المسيح دفعة وحدة فأنا أتبع المسيح الحي حاجة العالم القسوى إلى يسوع المسيح فهل تعطي حياتك ليسوع المسيح لا تغامر ولا تقامر ولا تجازف بحياتك نفسك مهم جدا للرب أطلب الرب الآن قل له ارحمني يا رب أدعوك إلى قلبي وحياتي وبصلي من كل قلبي إنك صليتها وطلبت الرب إلى اللقاء